نشرة الظهر للأخبار من القناة الوطنية الأولى أهلا بكم مشاهدين والبداية بالعنوين ارتفاع عدد الوفاية بكوبيد 19 إلى 165 وفاة بعد تسجيل 6 وفاية جديدة وإحصاء 528 حالة عدوى خلال الـ 24 ساعة الماضية الانتلاق في القسط الأول من برنامج الحماية مدينة رواد من الفيضانات من خلال تصريف مياه الأمطار في سبخة أريانا افتتاح جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة عن بعد وجائحة كورونا وتدعيتها من أهم الملفات المطروحة أمام قادة العالم أهلا بكم مشاهدين من جديد في مستجدات الوضع الوبائي في تونس أعلنت وزارة الصحة في بلغها اليومي تسجيل 5 وفاية جديدة بكوبيد 19 و528 حالة إصابة جديدة مؤكدة خلال الـ 24 ساعة الماضية من ناجهتها وفي آخر تحيين أوردت الإدارة الجهوية للصحة بقابس وفاة مواطن من الحم أمس بالمستشفى العسكري بتونس يبلغ من العمر 52 سنة ويشكو من أمراض مزمنة ارتفع عدد الوفيات بكوبيد 19 إلى 164 وفاة بعد تسجيل 5 وفيات جديدة وذلك بحسب آخر تحيين لوزارة الصحة وتوزعت حالات الوفاة بين كل من ولاية سوسة ونابل ومدنين كما ارتفع عدد الإصابات إلى 11.260 حالة إصابة منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد بعد أن أحصت وزارة الصحة إصابة 528 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ووفق المصدر ذاته فيقع حاليا التكفر بـ 221 حالة بالمستشفيات فيما يتم التعهد بـ 65 مريضا في أقسام العناية المركزة كما يخضع 31 مصابا للتنفس الاصطناعي وتأتي هذه الأحصائيات التي تؤكد مجددا خطورة الوضع الوبائي وسط مطالب متجددة وملحة بعدد من الجهات لدعم الهياكل الصحية وتحسين الخدمات وقد هددت في هذا الخصوص مكونات المجتمع المدني بولاية المنستير والمنظمات الوطنية ورئيس بلدية المكان ونواب عن الجهة في عريضة لهم بالدخول في إضراب عام يوم الخميس القادم في حال عدم تلبية المطالب المشروع للجهة في المجال الصحي في أجل أقصى 48 ساعة ارتفاع حالات العدوى المحلية بفيروس كورونا والتي وصفت بالقياسية في الأيام الأخيرة أرجعها وزير الصحة فوز المهدي للتهون في تطبيق الإجراءات الوقائية هذا ويجمع خبراء الصحة في البلاد على أن الأسوأ قادم فيما يخص انتشار العدوى بفيروس كورونا انضمت أكثر من ستين دولة غنية باستثناء الولايات المتحدة والصين إلى الألية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية لتسهيل وصول الدول الفقيرة إلى لقاح ضد فيروس كورونا يأتي ذلك في وقت تشتد فيه المنافسة على إنتاج لقاح خاصة بين روسيا والولايات المتحدة قبل موفأ العام وبالأرقام تجاوز عدد الإصابات في العالم حسب منظمة الصحة العالمية ثلاثين مليون إصابة وأكثر من تسعمائة ألف حالة وفات أفادت منظمة الصحة العالمية في بيانات محدثة نشرتها في وقت متأخر من أمس الاثنين أنه تم تسجيل قرابة المليون إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم في الأسبوع المنقذي ما يمثل حسب الهيئة الدولية ارتفاعا نسبته 6% عن الأسبوع الذي سبقه وأعلى عدد من الإصابات المسجلة خلال أسبوع واحد منذ ظهور الوباء فب 6215 إصابة جديدة أغلقت روسيا الأربع والعشرين ساعتنا الماضية وهو أكبر عدد الإصابات منذ الثامن عشر من جولي الماضي مقابل 160 حالة وفاتة أما الهند ورغم تسجيل تراجع في عدد الإصابات بفيروس كورونا لأول مرة منذ شهر فإن إجمالي عدد الإصابات بالوباء تجاوز 5.5 مليون إصابة مع تسجيل أكثر من 75 ألف حالة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعتنا الماضية ويعد هذا العدد من الإصابات في الهند أقل عدد إصابات يومي منذ نحو شهر وتحتلو الهند المركز الثاني عالميا من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة التي سجلت قرابة 7 ملايين إصابة لها البرازيل ثم روسيا وفيما يشهد انتشار عدوى الفيروس نسقا تصعوديا عبر العالم تشتد حدة السباق العالمي للوصول إلى لقاح ليعلن جهاز مراقبة سلامة المستهلك الروسي أن بلاده تتوقع تسجيل لقاح ثاني محتمل للوقاية من كورونا بحلول منتصف شهر أكتوبر القادم وقال رئيس الصندوق الحكومي الذي يمول مشروع لقاح الروسي أن روسيا واثقة في نجاح لقاحها لدرجة أنها ستتحمل جانبا من المخاطر القانونية إذا صارت الأمور على غير ما يرام بدلا من قبول المشترين للمسؤولية الكاملة أما الولايات المتحدة التي يختلف نهجها حيث انتقلت المسؤولية عن لقاحات الكوفيد-19 بالكامل إلى الحكومة الأمريكية أعلى رئيس فريقها المكلف بتطوير لقاح كورونا العالم المغربي منصف سلاوي في حوار إعلامي أن اللقاح سيكون متوفرا قبل نهاية العام عشرين وألفين بمجرد تجاوز المرحلة الثالثة من التجارب مشيرا إلى أنه يتم حاليا اختبار ستة أنواع من اللقاحات توفيت رضيعة تبلغ من العمر حوالي ثلاثة أشهر وأصيب ثلاثة عشر شخصا آخرين بجروح متفوتة الخطورة في حادث استضامي شاحنتين ثقيلتين مساء الاثنين بأربع سيارات خفيفة بمنطقة برج العيفة من معتمدية الكفة الشرقية وفق حصيلة أولية للإدارة الجهوية للحماية المدنية وأفاد المدير الجهوي للحماية المدنية العميد منصف الصيد بأن الحادثة جد على إثر الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على الجهة والتي كانت مصحوبة بالبرد ما تسبب في حجب الرؤية وحدوث هذا الحادث الأليم الذي قال إنه خلف وفاة رضيعة وإصابة ثلاثة عشر شخصا كانوا على متن السيارات الخفيفة وأضاف أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى الجهوي بالكاف أين تلقوا الإسعافات اللازمة سجلت نسبة الإقبال على اقتناء المستلزمات المكتبية بولاية نابل تراجعا أرجعه البعض إلى ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية فيما عبر البعض عن تخوفه من تطور الوضع الوبائي في تونس يبدو أن جائحة كورونا قد ألقت بذلالها على قطاع المكتبات بولاية نابل حيث عرفت نسبة الإقبال على اقتناء المستلزمات المدرسية تراجعا كبيرا هذه السنة وفق ما أكده جل المهنيين والمواطنين وذلك بسبب هاجز تعليق الدروس معنا عن السوق المرشي باراليل معنا الأسواق الجمعة وكما نحن في نابل والأسواق وكل تبيع معناها أرخص مننا ببرشة ولا تلعبات تمشي الغديكة تعودنا كل عام بالعودة المدرسية وكلما نجموش جي العودة وما نكونوش مستعدين ونكونوش متحضرين سواء كأولياء أو كمربين بويس كان مربية زادة علاقة شرينا لأولادنا خاطر هو ستون فات هو عيد الصغير يفرح بك الأدوات يفرح بك اللبسة جديدة يفرح بكل شيء احنا استعديننا شرينا كل شيء ومتخوفين من جانبه بينا نوردين بوساع رئيس الغرفة الجهوية للمكتبات بنابل أن القطاع يشكو عديد المشاكل والنقاء السيامة خلال هذه السنة وقع تأخير في الكتب ما حضرتش عطاه الكاذخ مخل للمطبعجية لابيردوفر رئيس مديران مركز بيداغوجي يقول الكاذخ ليس مخل المطبعات تخدم لي لونار على هذا فما تأخير في الكتاب المدرسي فما بعض عنوين نقص مع نقص كبير والمواطن المزيل متخوف من وضعية البلاد ووضعية الفيروس الموجودة عنا في تونس على ذلك المزيل مش قبل كل عادة فمع نقص كبير من الواضح أن قطاع المكتبات قد تأثر بشكل كبير بسبب جائحة كورونا زادته السوق الموازية تأزما وفق تأكيد المهانيين الذين ينتظرون حلولا ملموسة أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عن القطاع توزيع الماء الصالح لشرب بداية من يوم غد الأربعة على الساعة الثامنة صباحا بمناطق المنازح من واحد إلى ثمانية والمنطقة السفلة للمنازحين ومتويل فيل وحي المهرجان ومن المنتظر استئناف توزيع المياه تدريجيا خلال الليلة الفاصلة بين يوم غد الأربعة وبعد غد الخميس كما أكدت الشركة في بلاغ لها أن هذا الانقطاع جاء نتيجة إنجاز أشغال مشروع تهيئة وتجديد القنوات القديمة ذات القطر الكبير بتونس الكبرى وفي رواد ينطلق القسط الأول من مشروع حماية مدينة رواد من الفيضانات وذلك بكلفة نهزت تسعة مليون دينار وذلك في إطار مشروع حماية ولاية أريانا من الفيضانات في منطقة رواد ومعه طول كميات من الأمتار كناخرها الأسبوع الفارط تنتجر بركل مياه وتتعدد معها النقاط السوداء في أحياء السيد عمر وحي شاكر واليمام وانخلات نقاط سوداء باتت مصدرا لإشكاليات متنوعة بيئة وصحية فاقتصادية والعلى فيضانات سنة الفارط كانت خير دليل على تعقدي هذه المسألة وتأزمها في رواد كل عام نحن تعبين كل عام نغرقه في الماء عمناه المكتب المكتب تحيي اليمامة غرق معناها قريب الشهر تليمده ما تقرأ تليمده كبار صغار نحو صبابيتهم يصف نفسروا لهم يمشوا في قلب الماء في قلب الكيس يصفعي في الماء يصف ومن أجل تجاوز هذه الاشكالية التي ينتظر متساكن رواد حالها منذ سنوات عديدة فقدم الانطلاق في القسط الأول لبرنامج حماية مدينة رواد من الفيضانات بكلفة جملية نهزت تسع مليون دينار وذلك في إطار المشروعي حماية ولاية أريانا من الفيضانات الأشغال الأشغال وطلب العروض المقاول واضحة والمقاول هو بدأ في الميزان شانتي متاعه وكمل الميزان شانتي متاعه ودمراج بشيكون قريبا الأشغال بشي تبدأ في حي الشيكر سيد عمر اليمامة والطريق الرئيسي طريق رواد وحسب رئيس لجنة الأشغال ببلدية رواد فإنه سيتم الانطلاق من منطقة سيد عمود على طول أربعة كيلومتر لتصرف مياه الأمطار في صبخة ريانا وقناة لجلب مياه الأمطار هذه وياخدوها تمشي لصبخة من منطقة سيد عمر إلى صبخة التي تربط بالبحرات المتوسط كبيرة تقريبا ينهز أربعة كيلومتر مشروع حماية مدينة رواد من الفيرانات مشروع تنموي حيوي وأساسي حسب مسؤولي بلدي ترواد يهدف إلى تحسين عيش أكثر من 200 ألف ساكن وتجهز إشكاليات طالما راقت الجميع في رواد ومن المؤمن لنهاية المشروع في كل مراحله في غرون خمس سنوات تشهد جزيرة جربا على مدى هذا الشهر وإلى غاية موفى شهر أكتوبر القادم جني أنواع خاصة بالجهة من التمور التي تعرف بثراء مكوناتها البيولوجية الخاصة ومذقها الأصيلة هذا وقد عقدت أمس جلسة عمل مشتركة بين وزارة الفلاحة وتجارة حول موسم التمور في جزيرة جربا تواصل مجموعة من الفلاحين على محدودية عددها جهودها للمحافظة على خصوصيات الجزيرة الفلاحية منها إنتاج التمور بأنواع مختلفة ولسيما ما يعرف باللمسي بالتسمية المحلية الذي ينضج في بداية شهر سبتمبر إلى نهاية شهر أكتوبر ويروج بمذاق خاص بيولوجيا دون استعمال أي أدوية مهما كان نوعها بحسب الفلاحين منتوج فلاحي مميز عنصر من عناصر منظمة فلاحية متعددة المنتوجات على مدى العام بالجزيرة تعمل الجهات العلمية الفلاحية على تثمينها وجعلها حاملة لعلامة خاصة بها ونحن نتوقع نسعب بش تكون معنا ندخل نسعب في المساحات البيولوجية بالنسبة للخصوصيات منها معنا النخلة اللمسي معنا تم مشهورة لأنها جربة خاصة بالأصناف وعندها قيمة غذائية كبيرة يسر وهي الثمرة فيها معتها السكريات وفيها البروتينيات وفيها الأملح وبالنسبة للنخلة راتي نسملوها الكلة معتها من لوحو منها حتى شيء النخلة راتي بالنسبة للثمرة نجمو معنا نسمع منها الخل والسكر السائل والكوحول ونستعملوها بزادة حتى للمواد التجميل في جزيرة جربة بساتين النخيل والرمان والتفاح والعنب وغيرها من الغرسات علامات مميزة على مدى السنين الماضية للجزيرة ومنتوج فلاحي يروج في الأسواق المحلية والمجاورة تعمل عديد الأطراف على استعادة هذا الموروث وجعله دعام أيضا للمنتوج السياحي في إطار التصدي لعملية التهريب على الحدود الجنوبية للبلاد تمكنت فرقة الحارسة ديواني بجميلة من ولاية مدنين من حجز مبلغ مالي من العملة الأجنبية يتمثل في 317 ألف أورو وتسعة ألاف ومئة دولار كانت مخفية بأحكام داخل سيارة تحمل ترقيما تونسيا وقد تم تحرير محظر في الغرض وإحالة سائق السيارة في حالة احتفاظ على النيابة العمومية دوليا الآن تفتتح اليوم في نيويورك جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة رفعت المستوى في دورتها السنوية والتي تستمر لمدة أسبوع وتعقد لأول مرة عن بعد بسبب جائحة كورونا جلسات تتناول عديد الملفات دولية شائكة والقضايا المركزية وفي مقدمتها جائحة كورونا وتدعيتها غياب حضوري فرضه فيروس كورونا الذي ترك مباني الأمم المتحدة ومقرها الرئيسي في نيويورك شبخالية إذا مقرنت بكل عام ففي هذا المقر الأممي تصدف قاعة هادئة قمة افتراضية مثقلة بقضايا رئيسية وفي صدارتها جائحة كورونا والتغير المناخي فضلا عن الملف النووي الإيراني والتنوع البيئي والإضطرابات السياسية في كل من ليبيا ولبنان وغيرها من الدول التي تهزها الخلافات والصراعات والحروب ففيما سيكون فيروس كورونا وتبعاته واللقاح الضروري واحدا من القضايا التي تلقي بذلالها على المواضيع التي من المتوقع أن يتناولها أغلب قادة الدول إن لم يكن جميعهم وفي حين سيركز أغلبهم على ضرورة التعاون لمحاربة تبعات كورونا الاقتصادية ودعم الدول الفقيرة يتسأل بعض الدبلوماسيين في الأمم المتحدة عما يمكن إنجازه في ظل عدم فرصة عقد لقاءات ومحادثات مباشرة بين قادة الدول وفي ظل غياب اجتماعات استثنائية على هامش القمة بل تم الاقتصار وسماح بحضور مسؤول دبلوماسي واحد نيابة عن كل وفد في هذه القاعة الفاسحة وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيراس قد افتتح أمس أسبوع الأمم المتحدة الدبلوماسي بالاحتفال بمرور 75 عاما على تأسيسها في قمة افتراضية دع خلالها جوتيراس إلى المزيد من التعددية الدولية مشددا على ضرورة الاشتراك في الجهود الدولية بالتنصيق مع منظمة الصحة العالمية لمكافحة جائحة كورونا التي تهادد البشرية والحد من تبعاتها أعلن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي أن السلطة الفلسطينية تخلت عن رئاستها للدورة الحالية لجامعة الدول العربية احتجاجا على تطبيع الإمارات والبحرين لعلاقتهما مع الكيانة الإسرائيلية وقال المالكي أنه أمام هذه الهرولة غير المسبوقة نحو التطبيع وأمام انهزام الفكر العربي ومبادئ العمل العربية المشترك قررت فلسطين التنازل والتخلي عن حقها في ترأس مجلس الجامعة في دورتها الحالية لأنه لا يشرفها على حد قوله أن تشاهد هرولة العرب نحو التطبيع خلال رئاستها وأضف المالكي أنه أرسل اليوم رسالة بهذا الخصوص إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بعد خمسة أسابيع من اندلاع حرائق الغابات في كاليفوريا أعلنت إدارة الغابات والحماية من الحرائق بالولاية أن أكثر من 19 ألفا من أفراد الإطفاء ما زالوا يواصلون معركتهم لإخماد 27 حريقا كبيرا في أنحاء الولاية حتى اليوم وخسرت كاليفوريا بالفعل في حرائق الغابات هذا الصيف أكثر من أي عام سابق مع اندلاع عشرة الحرائق حيث أحرقت قرابة 3.4 مليون هكتار منذ منتصف شهر أوت الموقفية كما دمرت الحرائق قرابة 6 ألاف ومئة منزل ومباني أخرى وقتلت 26 شخصا بينهم ثلاثة من أفراد الإطفاء في أخبار الرياضة تدور بعد ظهر غد مواجهة نصف نهائي كأس تونس لكرة القدم حيث يستضيف إلى الأشابة الترجرياضي فيما يوم يباري أن ديسفاقسي ضيفه والاتحاد المنستيري تويجاء السربية نوفاك جوكوفيتش المصنف الأول عالميا بلقب بطولة إيطاليا المفتوحة لتينيس إثر فوزي في المباراة النهائية على الأرجنتيني دياغو شواتمان بمجموعتين دون مقابل وبواقع 7-5-6-3 ليحصد جوكوفيتش بهذا التتويج لقبه الخامس في المسابقة ولقب السادس وثلاثين في بطولات الماستيرز محققا بذلك الرقم القياسي ختم هذا الموعد الأخباري مشاهدين إليكم تذكيرا بأبرز مواردة في النشرة من عنوين ارتفاع عدد الوفاية بكوفيت 19 إلى 165 وفات بعد ترجيل 6 وفاية جديدة وإحصاء 528 حالة عدوى خلال الـ 24 ساعة الماضية الانتلاق في القسط الأول من برنامج حماية مدينة رواد من الفيضانات من خلال تصريف مياه الأمطار في صبخة أريانا اتتاحوا جلسات الجامعية العامة للأمم المتحدة عن بعد وجائحة كورونا وتدعياتها من أهم الملفات المطروحة أمام قادة العالم ونشير في الختام إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية نشكر حسن متابعتكم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر